مبارح يمكن في حدث من الأحداث المهمة اللي حصلت واللي بتتماشى مع رؤية الدولة بإعلانها إن عام 2022 هو عام المجتمع المدني اللي حصل مبارح تم توقية مثاق للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المثاق ده بيعتبر رؤية أو بيجمع كل الجهود الخاصة بالجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال التنمية تحديدا لتوحيد الرؤى والحفاظ على التنمية المستدامة كان ده بحضور مجموعة كبيرة جدا من مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر وممثلين عن مشروعات صحية قومية بتعتمد في تمويلها على دعم المجتمع المدني في الأساس توقيع المثاق ده جاء انطلاقا زي ما قلت لحضراتكم من إعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إن عام 2022 هو عام للمجتمع المدني هي أهم بنود هذا المثاق المحاور اللي هيشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية ده اللي هنعرفه من الأستاذ أو الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية اللي منورناه معنا النهاردة في هذه الفقرة الخاصة صباح الخير يا دكتور يعني دكتور في البداية عوزين نعرف إيه أهمية هذا المثاق تحديدا للجمعيات الأهلية الكبيرة هو طبعا أهمية هذا المثاق إنه طبعا يمكن إما الرئيس أعلن أن 20-22 عام منظمات المجتمع المدني ده نقطة انطلاق قوية جدا وكان لابد أن يتمشى مع هذا الحدث يكون أمر كبير وعمل كبير وعمل دقوب وتكليف كبير للجمعيات والمؤسسات الأهلية بصفة عامة وطبعا المؤسسات الكبيرة والجمعيات الكبيرة والاتحاد العام للجمعيات والأهلية بصفة قصة نعم فإنبارح كان يمكن انطلاق قبل الجلسة الأمس كان فيه عدد من الجلسات تمت نظامها الاتحاد العام بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة مع مجموعة من رؤسات الاتحادات الإخليمية والنوعية ومجلس الدارة الاتحاد العام وانتهى الأمر بعقد جلسة كبيرة مع الجمعيات والأهلية الكبرى نتناول الأمر ونشوف نقدر نعمل إيه في 20-22 فاتفقت الرؤية أن احنا من الأهمية المكان أن يكون هناك اتفاق ومساق اللي هو تم توقيعه بالأمس كان حاضر 24 جمعية ومؤسسة أهلية هو بحضور الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسة أهلية ومؤسسة حياة كريمة واتفقنا على إطار معين وميثاق قوي جدا يمكن أهم محاول فيه أن نحن نقول فيه ده مساق أخلاقي مهني الهدف منه أن نحن نقدم قدمتنا للمواطنين بجودة وبكفاءة ويكون هناك شفافية ونزاهة أيضا أننا نكون فيه نوع من أنواع تبادل الخبرات بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية كلنا بنعمل في مجال التنمية للأسر الأخصر احتياجا والمناطق الفقيرة التنمية بمفهومها الشامل من خلال خدمات صحية متميزة من خلال بنية أساسية من خلال خدمات تعليمية من خلال خدمات توعوية وطبعا يمكن كان حكمة الـ 24 جمعية ومؤسسة أهلية اللي كانوا موجودين بالأمس فيه تخصصات فنحن النهاردة ما بنقول فيه تخصص جمعات تعمل في مجال الصحة فهذه ستشغل بقوافل صحية فيه جمعات تعمل فيه مجال البنية الأساسية وساكن كريم يبقى هذه ستشغل فيه قامة المساكن للأسر الأخصر احتياجا فيه جمعات متخصصة في التعليم فيه جمعات متخصصة فيه التوفير للمواد الغذائية طعام فيه جمعات شغالة فيه مجال زي مجال التنظيم الأسرة كل التخصصات دي كانت موجودة بالأمس وقلنا أن احنا عايزين تبقى الجهود يعني يبقى في نوع من النوع التنسيق من الجهود يعني احنا ما بننزل المركز من المراكز بنوزع الأعمال على عدد من الجمعيات كل جمعية بتاخد قرية أو قريتين أو ثلاثة عشان ما يحصلش أن احنا كلنا نركز في منطقة واحدة ونسيب منطقة تانية يمكن محرومة من الخدمات أيضا كان فيه اتفاق بالأمس هنا وقف يا دكتور حقيقة قلت علشان كل جمعية تنزل تركز فيه منطقة هل هنلاقي فيه تحرك فردي ولا الهدف من هذا المثاق أن يبقى فيه تحرك جمعي أنا حالك لفت نظرنا أنه فيه تنوع واختلاف فيه التخصصات فالنهاردة بالله تنمية بتحصل مثلا وليكن فيه إحدى قرى محافظات الصعيد هلاقي كل الجمعيات الـ 24 دون نزلوا لتنمية هذه القرية سواء كان صحيا سواء كان اجتماعيا ثقافيا حسب المجالة اللي بتعمل فيه ولا برضو هو بيتحدد أولويات كل جمعية ومستهدفتها والباقي يتغير حسب أوليات الجمعيات الأخرى يعني الأمرين ممكن يحدثوا يعني أنا أردلا ما باجي منطقة كبيرة ومحتاجة تنوع في الخدمات يعني أنا هستفيد بكل الجمعيات وإستهدفتها كلهم في مجال تخصصه فيه طبعا جمعية من الجمعيات بتبقى جمعية يعني تستطيع تشاهد فيه أكثر من مجال أو المنطقة نفسية دي محتاجة تخصص معين يعني أنا هشغل فيها في قافلة طبية يعني أنا هحتاج جمعية من الجمعات تعمل في مجال الصح القرية دي محتاجة مثلا بنية أساسية بحق الجمعات في شغل فيه جمعات البنية الأساسية وهكذا هيبقى فيه نوع من أنواع يعني التفاقيات وبالمناسبة هيبقى فيه لاجنة أولية حتنصق العمل وأيضا فيه يعني فيه معلومات مبارح وبدأت تطرح يعني مؤسسة حياة كريمة عاملة مجموعة إحصائيات وعملة مجموعة أرقام بتوضح كل أماكن على مستوى الوطن يعني كل منطقة وكل قرية محتاجة أي بالزبط يبقى النهاردة عشان ما نشتغلش بأسلوب عشوائي ولكن بلغة الأرقام دي المنطقة الأكثر فقرا دي المنطقة اللي عايزة صحة أكتر دي عايزة تعليم أكتر دي عايزة محو أمية دي مثلا فيها معدل نمو سكاني مرتفع وعايزين نعمل برامج تنظيم أسرة يعني مسألة متكاملة عشان ما يبقاش فيه شغل عشوائي سترعت حضرتك تحدثت أنه هيكون في إطار مثاق أخلاقي قود أخلاقي وتبادل الخبرات وبالتالي زي ما حضرتك قلت أيضا تبادل للمعلومات عشان نقدر نحدد احتياجات كل منطقة بعينها يعني عشان نوضح لأستاذ المشاهدين يا فندم أنه الموضوع لا يقف فقط عند تبادل الخبرات والمثاق الأخلاقي وتبادل المعلومات لكن يكون فيه جهود ملموسة على أرض الواقع بالاتصاق وبالاتفاق مع جهود الدولة مظبوط كيف أنه تمام وحنطلقنا علىك عارفة أن هي مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة التي انطلقت من العام الماضي ده جزء يعني حتى في الاتفاق التي تم برح التوقيع عليه أن نحن نشارك في المبادرات الرئاسية المبادرة حياة كريمة ليس واقفة بس على الحكومة يعني الحكومة ستنفط أكثر من 900 مليار على مستوى المبادرة كلها التي ستأخذ 1500 قرار ولكن هل هي الحكومة هي ستبقى المصدر الوحيد لتمويل مبادرة حياة كريمة؟ لا طبعا القطاع الخاص داخل الطرف والقطاع الأهلي داخل الطرف يعني جزء أول مبادرة حياة كريمة من ساكن كريم تقوم بي جامعاتهم وأساس أهلية دي نقطة مهمة يا فندم يعني في الفترة اللي فاتت الحقيقة كنا بنشوف وود منفصلة إن كان من المجتمع المدني ومن كان مقابل كمان الدولة المصرية عايزة أعرف من حضرتك فكرة هذه الدراسات والأبحاث يعني كان في بعض الجمعيات الأهلية مثلا بتنزل منطقة بعينها مثلا يبقى فيه قوافل طبية قوافل ممكن تكون بتوزع حاجات على المواطنين ممكن ما يبقاش فيه خلفية الحقيقة كبيرة عن احتياجات هذه المنطقة بالفعل عايزة أعرف من حضرتك هذه الدراسة بتتم إزاي؟ هل بتتم بالاتفاق وبالمشاركة ما بين الجهات الحكومية وأيضا جهات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية بتحصل إزاي؟ ده بيحصل إزاي؟ بياخد وقت قد إي مي اللي بيشتغل عليه؟ حضرتك طبعا ده سؤال مهم جدا احنا طبعا فيه مجموعة كبيرة من المتطوعين بينزلوا على أرض الواقع وبيحصروا المخدمات والمشاكل اللي موجودة في كل مناطق على مستوى وطن يعني مؤسسات حياة كريمة وغيرها من المؤسسات عندها مجموعة من الشباب المتطوعين من الجنسين وبتنزل على أرض الواقع ده مصدر أيضا وزارة التضامر الاجتماعي باردو عندها قاعدة بيانات كاملة على مستوى الوطن بكل الأرقام وكل الإحصائيات ومبارع ورد علينا يعني يعني عرض من مؤسسات حياة كريمة موضح فيها كل قرية في الأربعة تلاف وخمس بيت قرية على مستوى الجمهورية كل قرية مرحلة أولية محتاجة إيه؟ وبفقه الأولويات نسبة الفقر فيها عديه يعني فيه دراسة بتقول أن نسبة الفقر في نهاردة في مصر تسعة وشين وسبع عاشر في المية ده المتواصل على مستوى الوطن فيه مناطق في الصعيد يمكن الفقر فيها أكتر من ستين أو ستين في المية يبقى أنا النهاردة بفقه الأولويات حابة أعمل تركيز عنها تنمية في الصعيد يعني النهاردة فيه مسائل بتربطنا لأن احنا هدفنا أن نحن نحقق أهداف التنمية المستدامة 15-30 ورؤية مصر 20-30 ويمكن إذا حالكم عارفين أن أول أهداف التنمية المستدامة 15-30 أول هدف القضاء على الفقر ونمرأ اتنين القضاء على جوة ويمكن نمرأ 17 في الأهداف آخر هدف هي تعميق فكرة الشراكة وهذا تم مبارح حابة هنا عند فكرة الشراكة تحديداً يا دكتور نقدر نقول أن البروتوكول اللي وقع مبارح ده والهدف منه أن تعملوا تحت مظلة أكبر وهي مؤسسة حياة كريمة عشان يتم فيها توحيد الرؤى والجهود وفقاً للإحسائيات المحترمة اللي حداك ذكرتها والمتطوعين الكبير المنتشرين في كل محافظات الجمهورية نحن كلنا شراكاء وطبعاً هم يعتبروا مبارح أن الاتحاد العام للجمعية المسائلية هي المظلة الاتحاد العام ده اللي بيضم 27 اتحاد إقليمي بيضم على ستوى كل المحافظات بيضم أكتر من 30 أو 40 اتحاد نوية مركزي بيضم 52 ألف جمعية ومؤسسة أهلية فنحن كلنا بيشتغل كشراكاء وبرضو يعني أحنا برضو مبارح كنا حارسين أن نحط في البروتوكول أو في مساق لا تدخل في شؤون أي جمعية في لوائحة داقلية ونظامها الأساسي وأيضاً البروتوكول مبارح أعلننا برضو بس مدى الإلزامية يعني مدى مساق الشرف ده الاستزام المهني والشرف نحن مجتمع أهلي ممكن ننتزم بمجرد الكلمة لأننا إنما بوجود وقعنا على ذلك وأيضاً قلنا البروتوكول هل هو قاسر على 24 جماعية والإتحاد العام ومؤسسة حياة كريمة لا الباب برضو مازال مفتوح قد تكون فيه فترة بعد الأمور تبدأ تنتشر والعمل يتم على أرض الواقع بشكل قوي جداً يعني علم الحضار وإن شاء الله المواطنين هيحسوا بهذا العمل سريعاً جداً يعني نحن نحن فيه اجتماع آخر في مجموعة سياسات ستتم المسألة مش هتبقى قضية إن أنا حعمل بنية أساسية وحشتغل فيه قصص مهمة جداً مثلاً محول أمية تمكين الأقتصاد طبعاً عايزة أشتغل فيه قضية مهمة جداً أهم القضية بتشغل البالي العام والرأي العام وإي أم المشاكل القضية السكانية صحيح ارتفاع معادل نمو السكاني فهتمقى فيه برامج لتنظيم الأسرة يعني فيه برامج هتمشي مع مبادرة لأطلاق الرئيس الموضوع للتنمية الأسرة الموضوع للتنمية الأسرة أطلاقها الرئيس هلشتغل عليها بمحاورها دي المحاور اللي هتم منشطها النهار دا يفند في الاجتماع يعني هنبدأ بقى هنعمل حضرت بدأنا اللجنة يعني مبارح كان رؤساء الجماعيات والمؤسسات والتحاد العام ووقعنا فعلاً النهار دا فيه لجنة تنفيذية هتبدأ تحط خطة تنفيذية تحط علية العمل أو خطة تنفيذية هتبقى فيه أمانة عامة مستمرة يعني هل موضوع وقت جدية بشكل قوي جداً لأن احنا توحيد الجهود دا شيء مهم جداً كل جماعية هتبت تقوله كان بتشتغل بشكل منفرد طيب أستاذ ترعت هنا بعضي هي سؤال ممكن يعني يعدي على يعني بعض المشاهدين يتساءلوا في النقطة دي بعض الجماعيات الأهلية كان لها نشاط خاص بالأفراد بمعنى مثلاً يعني جهود لأفراد في قرية بعينها يعني مثلاً فرد محتاج فتح باب رزق فرد محتاج طرف صناعي ما إلى ذلك هل الجهود الفردية هي برضو هيستكمل العمل عليها بجانب الجهود الأخرى يعني تحت مضلة حياة كريمة ولا كله هيكون تحت مضلة حياة كريمة حتى هذه الجهود الفردية حضرح أي جماعية بتشهر بتحط في مجال عملها وميادين عملها الأنشطة اللي بتون بيها فمثلاً أنا كجماعية في جماعية بتشغل مع زاو الأعاق في جماعات بتشغل مع البيئة في جماعات بتتعامل لدعم الأسر الفقيرة الأقصر احتياجاً فكل جماعية من جماعياتنا من 50 ألف جماعية أو أكثر ده محدد مجال عمله ومدام ومش هيسيب أعماله العكس كلنا من التستكمل حتى مباطرة الحياة الكريمة بعض الناس مش وقدة بها شوية هل هي مباطرة الحياة الكريمة يعني هي معنية بس بالإنفراستركش أو بنية أساسية إطلاقاً لا يعني مباطرة الحياة الكريمة بتشغل على البنية الأساسية أنه نوفر كوب مياه نظيف صرف صح آمن بوفر سكن كريم بوفر طرق محترمة جودة معيشة بكل التفاصيل ومعجالة المواطن بقى هنا تأكيد اقتصادي ومباطرة تنمية الأسرة الجديدة شغالة بفكر جديد احنا كنا دايما بنشتغل عن قضية تنظيم قضية سكان بقضية تنظيم الأسرة فقط الفكر الجديد اللي أطلقه خامة الرئيس في عنام مباطرة تنمية الأسرة أننا عايزين نمكن الأسرة اقتصادياً وقت معي بقصة المرأة المصرية وهو ده يا دكتور اللي احنا بنتكلم عليه مش فكرة اللي أنا بدخل أطور القرية دي وارفع من كفائتها فقط وامشي لا احنا هنا بندور على الاستدامة وهو ده المدلول الحقيقي لكلمة الاستدامة الاستدامة هنا اللي أنا بيبقى فيه تمكين اقتصادي تمكين ثقافي بيبقى فيه تأهيل في كل مناحي الحياة للارتقاء بمستوى المعيشة حضرتك 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 بعد إذن حضرتك فضلك بس سريعا عشان عندنا موجز حضرتك هي هتبقى سؤولة على الحفاظ على المكاسب اللي تمت صحيح لأن الحكومة وده الهدف من التنوع اللي موجود فيه الميثاق التنوع الهدف منه التكامل فيه الاخر يعني دكتور طلعت عبدالقوي الأمين العام رئيس الاتحاد العام لجمعيات الأهلية بنشكر الحياة الفنية من وجودك ما أنا في صباح الحين شكرا